بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة وأتم التسليم على محمد وآله الطيبين الطاهرين لازلنا في سلسلة محاضرات الموفيات لعهد الله والحديث عن خديجة بنت خويلد أم المؤمنين زوج رسول الله صلوات الله عليه وآله تحدثنا فيما سبق عن الرسول صلوات الله عليه وآله ولو عجالة والحديث عن خديجة رضوان الله عليها يجب أن يكون أو أن نسلط الضوء على دورها الخالد ونحن نقول أن المشرك أو جهالة قريش لا يمكن أن يطفئوا نور الله ونور الله باق وكما قالت الآية أنهم أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويجب أن ينصر الرسول صلوات الله عليه وآله والعمل الموكل إلى الناس يجب أن يعملوا وقلوا اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون والذي يهمنا في هذه الحالة هو الدور الريادي للمرأة الرائعة وهي خديجة بنت خويلد وخديجة الحديث عنها يجب أن يكون طويل وطويل لأنها استطاعت بحنكتها بإرادتها الرائعة أن تكون جنب الرسول جنبا إلى جنب وأن لا تفارقه وهي التي آمنت به نحن نعرف أن هذه المرأة الخالدة رضوان الله عليها كانت وكما سبق وتحدثنا أنها تمثل عصب الاقتصاد الهام إلى المجتمع بأموالها بعد انتقال هذه الأموال إلى رسول الله صلوات الله عليه وآله كان الرسول يمدح يمدح خديجة ويثني على دورها وفي يوم وهو في غار حراء هبط الأمين جبرائيل سلام الله عليه وقال له يا محمد بشر خديجة إن الله يقرئها السلام وقد جعل لها بيتا من قصب ما في صخب ولا لغب أو ولا نصب في بعض الأحيان لما هذا المتح نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يثني على أحد إلا أن يكون هذا الشخص المعني سواء المرأة أو الرجل أدوا الدور الخالد أو الريادي لله سبحانه وتعالى وانبثقت منهم الكلمة الطيبة خديجة في كل هذه الأدوار حملت من رسول الله وتوفى لها أولاد وكانت الامتداد الطبيعي لرسول الله صلوات الله عليه وآله إذ جعلت ذرية الخالدة أو الخاصة أو المخلصة أو الخالصة في فاطمة سلام الله عليه التي هي ابنة خديجة الوحيدة هذه المرأة وعندما حملت بفاطمة هو يقول الرسول صلوات الله عليه وآله عندما عرشت إلى السماء ناولني جبريل تفاحة من تفاح الجنة وعندما هبط قربت من خديجة فحملت بفاطمة فكنت إذا أشتاق إلى الجنة أشتم رائحة فاطمة والحديث عن فاطمة كثير ويكفيها فخرا سلام الله عليها أن تكون أم الحسن والحسين وزوج أمير المؤمنين عليه السلام التي قال فيها الرسول رضاؤها رضائي ورضائي رضاء الله وغضبها غضبي وغضبي غضب الله وقال فيها فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاك الشيء المهم في دور هذه المرأة الرائعة خديجة أنها ما عصت إلى الرسول أمرا أمرها به منطلقة من الوفاء والود المطلق إلى رسول الله وقد استطاعت بإيمانها الرائع المطلق أن تكون الزوجة التي لا يمكن أن توصف وكان إذا ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله بكى وفي أكثر الأحيان كانت حتى زوجاته يغرن منها وكانت امرأة تقول له قد أبدلك الله بأحسن منها قال لا والله ما أبدلني بأحسن منها فهي ناصرتني إذ تركني الناس ورزقت منها الولد ولم أرزق من غيرها وكان الرسول يثني على خديجة بعد هذا حديث بعد وفاتها ولكن المرأة المؤمنة الخالدة أم المؤمنين خديجة تحملت ما تحملت الكثير تحملت الأذى في جنب رسول الله وأشرقت في أذاها هذا نحو عليين ونجد أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما كان يؤذى من قبل القريش ويأتي إلى البيت خديجة تخفف عنو هذه الآلام وتقول له أصبر فإنك المبعوث للأمة إذا ما نظرنا إلى هذا الدور الإنساني الخالد في تاريخ في تاريخ هذه المرأة نجد أن أم المؤمنين خديجة كانت وفية إلى أبعاد الحدود منتصرة على كل ما حدث مؤمنة برسول الله برسول الله ومعها أمير المؤمنين سلام الله عليه علي ابن أبي طالب التي هي كانت مؤمنة به منذ أن قال الله سبحانه وتعالى وأنذر عشرتك الأقربين وقال الرسول من يناصرني ويكون خليفتي من بعدي فقام علي ابن أبي طالب وقال أنا يا رسول الله قال اسمعوا له وأطيع عرفت المرأة خديجة طريقة الإمامة بعد النبوة وآمنت بالنبوة وآمنت بالإمامة من بعد النبوة وكانت تجسد المثال الصالح أو المرأة الصالحة الواثقة من نفسها في سبيل نصرة الدين ونصرة الإسلام ونحن نعرف أن هذا المجتمع أو المجتمع الذي عاش به رسول الله صلوات الله عليه وآله كان يعاني من ما تحدثنا عنه من ودي البنات من الغزو بعضهم على بعض لكن الرسول استطاع ولو أن المدة قصيرة أن يهد هذا المجتمع ويعيده إلى البيان الصحيح أو النهج الصحيح في اتباع رسالة محمد صلوات الله عليه وآله كان الذين اتبعوا رسول الله صلوات الله عليه وآله يسمون الفقراء من قبل جهلاء قريش ولكن هم ليسوا فقراء وإنما عظماء من الناحية الفكرية من الناحية الجهادية من الناحية الإيمانية من الناحية اتباع الحق من الناحية القرآنية من كل النواحي والرسول نحن نعرفه كما مجده القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للعالمين لكل العالم مول فئة معينة كقريش أو مسلمة أو كذا كذا لكل العالم ولذلك كان القلب الحنون الذي استوعب هذه الأمور التي وقعت عليه وال الجروح التي خلفتها قريش له في عدائها له صلوات الله عليه وعليه خديجة كانت تعرف الدور الرياضي لرسول الله وكانت تعرف الحقيقة التي يدعو لها رسول الله صلوات الله عليه وآله يا أيها الذين آمنوا يعني هنانا يا أيها الذين آمنوا عندما يخاطب عفوا الناس الله سبحانه وتعالى يقولهم أن الرسول عندما يقول لكم كلمة يجب أن توثقوا هذه الكلمة وتعطوها حقها في سبيل الحقيقة التي منها ينبعث رسول الله ومنذ يا أيها المدثر قم فأنذر بعث الرسول لهذه الأمة كما قلنا والله سبحانه وتعالى خاطبه فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر هذه الأمور التي أعطت لرسول الله الدور الرياضي كانت خديجة معه سلام الله عليها وكانت تناصره في كل الأحوال ونحن نعرف أن العصيان لله والعصيان لرسوله يدخل إلى النار كما تحدث القرآن ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ونحن نعرف ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم بهذه الأمور استطاعت خديجة رضوان الله عليها وهي تسمع إلى ذكر الله في مدح رسول الله أن تعطي الصيغة الحقيقية للمرأة الصالحة التي تسير بدرب الرسالة وتطع الله إلى هنا نقف على أن نعود في حلقة أخرى للحديث عن هذه المرأة الرائعة الصالحة خديجة بنت خويلد فأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة